أهلا بكم أعلنت باريس دعوتها إلى عقل اجتماعات المجموعة الدولية لدعم لبنان في 11 من الشهر الجاري ويأتي هذا بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري العربة وقادة العالم إلى مساعدة بلاده بشكل فوري في دعم واردات لبنان بعد 50 يوما من صرخة الحراك الشعبي صرخت السلطة أيضا فرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يقول أن لبنان يحتاج إلى مساعدة مالية لتأمين استمرارية الأمن الغذائي للمواطنين الحريري الذي استقال على وقع الاحتجاجات وجه رسالة إلى مجموعة من قادة الدول العربية والغربية طالبا فيها المساعدة على تأمين اعتمادات للاستيراد كلام الرجل عن الأمن الغذائي هو الأول من نوعه منذ بدء الحراك نحن على ما يبدو فعلا في قلب هذا الهنيار وكل هذه الحلول المؤقتة لم تعد تجدي لابد من مساعدة خارجية المساعدات الداخلية مع عدد جدوى طلب المساعدة الخارجية يأتي في ظل تصاعد حدة أزمة اقتصادية ومالية ووصول المواطن اللبناني إلى مرحلة يستحيل فيها تسديد فواتير الخدمات الأساسية ولهذا تتنقل الاحتجاجات إلى مقار مراكز الخدمات الحكومية التي تبادر إلى قطع الخدمات عن أي متخلف عن التسديد نحن ناس كل الفقير حقه يعيش بهذا الملك مش يصنقوا مش يصنقوا جرمال الأغنية نحن ناس ما نحن نتلك فقرارنا ما نحن نتلك ناسنا تبهل بالجوالع وبعد تفاؤل وجيز بقرب تشكيل حكومة جديدة تعقدت أفق المفاوضات السياسية من جديد تعقيد يتمثل في غياب أي اسم توافقي يرضي جميع الأطراف والبلاد على بعد 48 ساعة من الموعد الرسمي لانطلاق الاستشارات النيابية للمرة الأولى تعترف السلطة بوجود عجز يهدد الأمن الغذائي في البلاد اعتراف يترافق مع تلويح الحراك الشعبي بالتصعيد ضد طبقة سياسية يحملها مسؤولية انهيار يخشون في أن يكون قريبا كما يقولون علي رباح التلفزيون العربي بيروت ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري جويس ما هي الرهنات في انتظار نتائج اجتماع المجموعة الدولية لمساعدة لبنان وكذلك بعد الرسائل الحريري لعدد من رؤساء الدول لطلب المعونة رسالة الحريري فرح هي ليست منفصلة عن قرار الرئيس الفرنسي الدعوة إلى هذا الاجتماع يوم الأربعاء المقبل كما هي ليست منفصلة عن الحراك السياسي الحاصل في البلاد خصوصا في ضوء عدم وجود موافقة أو غطاء سني لتسلم أو تكليف سمير الخطيب لرئاسة هذه الحكومة في ظل وجود موافقة سنية أو غالبية سنية ترشح مجددا رئيس الحكومة المستقلة سعد الحريري لهذا المنصب عشية الاستشارات التي يتوقع أن تجري والتي دع إليها رئيس الجمهورية يوم الاثنين ربما جاءت هذه الرسالة لتعيد خلط الأوراق ولكي يأتي الجواب من الدول الداعمة والمالحة للبنان بأن أي مساعدات لبيروت لن تكون إلا من خلال شخص رئيس حكومة تصرف الأعمال اليوم والرئيس المرشح للحكومة المقبلة سعد الحريري وبالتالي ربما كان هناك تنصيق وربما لم يكن التنصيق واضح أو مباشر ولكن هناك رسائل بطبيعة الحال طلقاها رئيس الحكومة المستقلة وقبله الزعماء السياسيون في لبنان بأن الحريري هو من يحظى بالثقة الدولية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان إن كان قبل ذلك لأموال مؤتمر سادر أو اليوم للأموال التي يسعى لبنان للحصول عليها من أجل استيراد المواد الأساسية نتحدث هنا عن الدواء والنفط والقمح أيضا وبالتالي كل الاتجاهات تقول بأن يوم الاثنين الاستشارات ربما لن تحصل وإن حصلت لن يكون هناك تسمية لسامير الخطيب وقد لا يكون هناك رئيس حكومة مكلف بانتظار الاجتماع الذي سيحصل يوم الأربعاء مع تراجع حظوظ كما ذكرت سامير الخطيب واتجاه لدى الشارع السني لتسمية سعد الحريري مجددا جويس الحاج خوري من بيروت شكرا جزيلا لك ومن بيروت تنضم إلينا البروفيسور جاسم عجاقة الباحث في شؤون الاقتصادية بروفيسور عجاقة هل وصل البلد إلى الوضع الكريفي فعلا أم أن هناك اتفاقا على مساعدة سعد الحريري سياسيا من خلال هذه المساعدة للبنان أولا مساء الخير لألك ولزميلتك وللمشاهدين الكرام لا حقيقة يعني هو الوضع صار شوي تعيس نظامنا الاقتصادي يلي هو نتاج فشل السياسات الاقتصادية يلي اتبعتها الحكومات المتعاقبة من نهاية الحرب الأهلية لليام أنتج اقتصاد ريعي لا ينتج وبالتالي نحن بنستورد كل شيء من بره 85% من الاستهلاك الغذاء اللبناني هو مستورد وهذا الاستيراد هو بالدولار الأمريكي اليوم مع المواجهات مع المجتمع الدولي في تضييق على حركة الدولار للبنان وبالتالي لم نعد لدينا القدرة لتأمين الدولارات لاستيراد هذه المواد فعلا هي خطوة استباقية لأنه بلشت صحيح المواد الغذائية والمواد الأخرى تشح في السوق اللبناني ولكن نحن متوقعين إذا استمر الوضع على ما هو عليه أنه يتصال نسبة الفقر وحتى يمكن الفقر بالسعيرات الحرارية لمستويات عالية في لبنان إذا ما استمرنا هيك لأنه لا يوجد فعلا أي وسيلتين لاستيراد هذه المواد الغذائية الحريرية الشخصية المحورية في كل الحراك رئيس حكومة شخص ربما لاحقته حتى بعض الأخبار حول مصاريفه الخاصة فضلا عما حدث له في السعودية منذ فترة في مقابل سمير الخطيب الذي يظهر الآن ويبدو أنه بلا مستقبل سياسي في ظل الرفض السني هل يعود من جديد بقبلة حياوة إلى أي مدى برأيك يعني باعتقادنا نحن نحن بنعرف أن الدول اليوم بطلت في عندها الاستقلالية الكاملة كل شيء بثمنه إذا كان لبنان بده استقلاليته بده يختار هو منه لوحده زعمائه بدون أي ضغوطات خارجية لازم يكون عنده على ليلة القدرة الاقتصادية حتى يقدر يقاوم اليوم من الظاهر أو من اللي مبين أنه فيه توجه عالمي أكثر نحو اختيار شخص الحريري ولكن الحريري عنده شروط الفريق الآخر ما عم يقبل فيها لهذه الشروط لذلك نحن بنعتاد أنه بغض النظر من هو رئيس الحكومي اللي رح يكون بمجرد وجود الحكومي بحد ذاته هو مثل ما بقول عنصر تخفيف لحدة الأزمة الكبيرة ولكن مما لا شك فيه إن كان الرئيس الحريري نحن بنعرف أنه اليوم استيراد لبنان من المواد الغدائية بقارب السبع مليار دولار وفيه عندي استيراد للمحروقات يعني بقارب خليني أقول تقريبا بين الثلاثة والأربعة مليار دولار لذلك يعني الأرقام كبيرة هي من ناحية الأرقام أرقام كتير كبيرة وحقيقة ما بعرف يعني بأي صيغة ممكن أنه يتم تأمين هالمبالغ للبنان وخصوصا أنه هذه مبالغ وان شوت يعني رح تغطى للاستهلاك ما رح تكون للاستثمار لو أموال سادر هي رايحة للاستثمار بين هذه الأموال هي وان شوت شكرا لك جسم عجاق الباحث في شؤون الاقتصادية كنت معنا من بيروت شكرا للمشاهدة